يعني يا بنتي تتمنظري عن نت برحلاتك وعربيتك وخطيبك ولا عيالك ولا زوجك وشقتك ودهبك ولما تفقدي حاجة فيهم تقولي أنا خد تعين ما يمكن ابتلاق من ربنا علشان ما تتمنظريش تاني عن الناس ربنا عز وجل لا يحب كل مختالم فخور فتخيلي لما تختالي وتفتخري وتتغري بالنعم اللي ربنا عز وجل لديهالك على الناس وربنا علم نيتك على فكرة علم ان انت بتتباهي عليهم بيها علم حتى لو بتتصدقي عليهم وبتديهم منها انت بتتصدقي لواجه الله علشان هم فقراء وصعبانين عليك وعايزة تساعدهم فعلا ولا انت بتتصدقي علشان تتباهي عليهم وتزليهم وتكسري مناخرهم بتحصل فلما تتباهي على الناس بالطريقة دي انت كده بتعملي حاجة ربنا بسببها ما بيحبكيش طيب واحدة ربنا ما بيحبهاش يا طرح هتشوف ابتلاقات قد ايه فنركن العين كده على جم مع انها طبعا العين حق لكن نزبط اخلاقنا وما نتباهاش على حد بنعم ربنا عز وجل اعطاه لنا مش هقولك استخبي بقى وعيشي في ام ام وخبي عيالك وزوجك وعربيتك وأكلك وشوربك لأ عيشي عادي وتبستي وتفسحي وسوقي عربيتك وسفري في كل مكان وعملك كل اللي انت عايزة في الحلال لكن اعمليه عشان تتبستي او علشان الخير ما تحطيش حد في دماغك علشان اغيص فلانة واتبهى على علانة وانا عندي وهي ما عندهاش ونظام العيال بتوع الحضانة اللي بيطلعوا لسانهم البعض لأ فتكري كويس قوي ان ربنا عز وجل عالم نيتك كنت معاكم كينزي زهري